قال أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة هذا نذر المجازات أو نذر المعاوضة وهذا الذي يعني ظاهر الله العالم والذي ورد فيه النص أو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص من البخيل وفي رواية مسلم أنه قال إنه لا يرد قضاءا هذا هو نذر المجازات وهذا الذي يتعاطاه أكثر الناس اليوم أكثر الناس اليوم إنما ينذرون نذر المجازات وهذا يعني لا ينبغي حقيقة أن يفعله الناس وذلك أن العبد ينبغي له أن يتعامل مع الرب سبحانه وتعالى تعامل عبد مع رب والعبد دائما يسأل الرب وينطرح بين يديه ويتذلل للرب ويبكي ويتضرع ويلح أما هذا فكأنه فيه نوع من الندية والعياذ بالله كان يقول يا رب إن شفيت مريضي فسأصوم ثلاثة أيام مفهومه إن لم تشفي مريضي فلن أصوم وكأن الله بحاجة لهذا الصوم سبحانه وتعالى الله غني عن عباداتنا سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا فهذا النذر اللي هو النذر المجازة إن شفيت مريضي إن نجحت إن عاد فلان إن انتصر فلان في معاركي كل هذه الأمور هذه مجازات واحدة بواحدة وهذا الذي كرهه كثير من أهل العلم